حول هذه الهجمات معنا من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي حيدر الهجمات بالطبع هي تزداد بشكل وطيرته عالية ضمن تهديدات بعض الميليشيات أو بعض الجهات وهو متصل أيضاً ما يحظو بقطاع غزة ما التأثيرات المباشرة على الجانب الأمريكي والتأثيرات المباشرة على الداخل العراقي يعني بالتأكيد لهذه الهجمات تأثير متبادل سواء على الجانب الأمريكي أو الجانب العراقي الحكومة العراقية تحاول أن تمسك العصى من الوسط في توازن العلاقة ما بين الفصائل المسلحة الموجودة في الداخل العراقي وما بين الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية الذي أتى وفق اتفاقية إطارية استراتيجية بين الحكومة العراقية وبين الجانب الأمريكي وبالتالي هذه الهجمات هي فعلاً تسبب حرجاً للحكومة العراقية ولكن في ذات الوقت هي تمثل أو تحظى ببعض الدعم من قبل شرائح مختلفة في الأوساط الشعبية خصوصاً بعد المشاهد التي يشاهدها الشارع العراقي من عمليات التدمير الكبيرة والحرب الجارية في غزة على القطاع وسكان القطاع من الفلسطينيين وبالتالي هذه الهجمات الأخيرة تصاعدت مع انهيار الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وأيضاً بين الجانب الإسرائيلي وبالتالي الفصائل العراقية صعدت من هجماتها سواء في العراق أو في سوريا على اعتبار أن القواعد الأمريكية في الداخل السوري أيضاً الفصائل العراقية هي من تقوم باستهدافها من خلال بيانات رسمية تبنت تلك الهجمات استهداف قاعدة الحرير يأتي ضمن هذا السياق ما تقول عنه الفصائل المسلحة وحدة الساحات في مختلف المدن التي تواجه الجانب الأمريكي محملة إياه دعم إسرائيل أو تواجه إسرائيل نتحدث عن حزب الله نتحدث عن اليمن نتحدث عن العراق وسوريا أشكرك بالطبع كان معنا من بغداد مراصلنا حيدر لسدي شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر